دلوقتي نروح لموجز الأهم الأخبار مع لمية فضلية أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ التطوير في جزيرة الوراق على الوجه الأمثل وتلبية احتياجات وطلبات الأهالي بما في ذلك التعودات ذات الصلة جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس السيسي لمتابعة وتطوير وتنمية جزيرة الوراق حيث وجه بإشراق وزارة التضامن والجمعيات الأهلية لتعزيز جهود التطوير العمراني للجزيرة وأضف متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض مخطط تطوير تنمية جزيرة الوراق لا سيما إنشاء الأبراج السكنية الحديثة ورفع كفاءة البنية التحتية وخلال اجتماع آخر للرئيس السيسي لمتابعة جهود توفير المعدات والآلات الخاصة بالمشروعات القومية التنموية وجه الرئيس السيسي بالتوسع في جهود توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من القطعين العام والخاص وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي اطلع على جهود توفير الآلات والمركبات مختلفة الاستخدامات لصالح عملية التنمية الشاملة افتتى حتى النيابة العامة المصرية منتداً إقليمياً بالعاصمة الإدارية الجديدة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وذلك بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ويهدف المنتدى لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء حول آليات التصدي القضائية للجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية مع التركيز على حماية الأطفال خاصة المهاجرين بغير ذاويهم وفي وقائع جرائم الهجرة غير المشروعة أيضاً ووصولاً لتوحيد الرؤى حول مجابهتها أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستقدم مساعدة مالية بقيمة 4.5 مليار دولار إلى أوكرانيا بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الحكومية الأساسية يأتي القرار في وقت تعاني فيه كييف من تدعيات العملية العسكرية الروسية وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية في بيان إن بلادها ستبدأ الصرف هذه الأموال في الأسابيع المقبلة قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شيميهال إن الاتحاد الأوروبي منح بلاده 2.5 مليار دولار أخرى لمساعدتها في ظل التطورات الحالية وأوضح شيميهال أن الاتحاد الأوروبي قد صرف 2.57 مليار دولار في شكل مساعدات مالية كلية وكانت رئيسة المتواضية الأوروبية روسلا فوندير لاين قد أعلنت مؤخرا أن الاتحاد الأوروبي سيقدم ما يصل إلى 18 مليار دولار من المساعدات المالية لأوكرانيا في عام 2023 قال مسؤول الصحة العامة في بريطانيا إن اللقاح المضاد لجدر القردة فعال بنسبة 78% وأوضحت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن أحدث تحليل لها يعطي تقديرا لفعالية اللقاح بجرعة واحدة تبلغ نسبته 78% بعد 14 يوما أو أكثر من الحصول على اللقاح ووصفت النتائج أيضا بأنها أقوى دليل بريطانية حتى الآن على فعالية هذا اللقاح افتتحت فرنسا مشوارها في كأس العالم بفوز كبير على أستراليا بأربعة أهداف لهدف ضمن المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة وبهذا الفوز تصدرت فرنسا المجموعة برصيد ثلاث نقاط متقدمة على تونس والدينامارك بعد تعادلهما دون أهداف فيما أصبحت أستراليا في المركز الأخير دون رصيد من النقاط نهاية مجزء التساع ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل